اشتركوا في القناة في حلقة النهاردة هنقدم الحل اللي بيمثل رشدة غذائية مكتملة علشان نوصل للحل اللي هو حلم الانجاب ضعف الخصوبة عند الرجال هي المشكلة اللي ممكن يكون كل الناس مفكرها انها كبيرة وحلها كبير حلها كبير لان كل الناس دورت وكشفت وعملت تحاليل لكن ممكن يكون الحل بسيط اللي هو احنا هنقدمه النهاردة حل محكم للقضاء على مشكلة ضعف الخصوبة عند الرجال مش بس هنقدم الحل لأ احنا كمان هنقدم ناس صدقتنا وكلمتنا وتابعت معانا واستخدمت المنتج اللي هو زي ما قلنا رشدة محكمة مكتملة للقضاء على مشكلة ضعف الخصوبة عند الرجال علشان ما ناخدش وقت طويل في المقدمات اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو منتج سبير مبرو اللي هو بيمثل طفرة في عالم الخصوبة اللي حيضي تماما على مشاكل الخصوبة عند الرجال وبالتالي كل اللي بيحلم انه هو يكون عنده ابنة وعنده طفل بإذن الله حيوصل للحلم مع سبير مبرو اللي احنا هنقدمه النهاردة هو الطريق الصحيح علشان نوصل للحلم اللي هو حلم الإنجاب اللي كلنا وكل الأزواج وكل المقبلين على الزواج بيحلموا بالإنجاب علشان نعرف ازاي نحقق الحلم وفي حلقة النهاردة هنشوف الناس اللي حققت الحلم معانا وتابعت معانا والحمد لله منهم اللي بقى زوجته حامل والتاني ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة والتاني الحمد لله تحسن وعدد الحيوانات المنوية زاد عنده والمشكلة تحلت بإذن الله خلينا في البداية نرحب بضيفنا وضيف حلقة النهاردة دكتور أحمد مشعل استشاري التغذية العلاجية والمستشار العلمي والطبي لمؤسسة الصيبة والجمال دكتور يعني منورنا ومشرفنا في حلقة النهاردة احنا بنتكلم عن موضوع حساس وكل الناس كل الناس اللي عندها مشكلة في موضوع الإنجاب وعندها ضعف في الحيوانات المنوية عندها مشاكل في الخصوبة الرجالة دايما الموضوع ده بيسبب لهم حرج وشايفين ان الموضوع كبير لكن ان شاء الله حله بسيط وده اللي احنا هنقدمه النهاردة يعني يا دكتور لو تكلمنا عن سبير مبرو اللي احنا بنقدمه النهاردة للقضاء على مشكلة الخصوبة ومشاكل الخصوبة وضعف الإنجاب عند الرجال طيب الاول انا مبسوط قوي ان احنا بنتدي الحلقة دي ومعانا امثلة نجحة ودي من الحاجات الممتازة انه دايما يكون عندنا المثال الناجح والتطبيق العملي للكلام اللي احنا بنتكلمه بقالنا فترة وبنحاول نقول يا جماعة ان التجزية والمكملات الجزائية والفيتامينات بيكون لها اثر كويس جدا على حل المشاكل اللي احنا شايفينها مستعصية او قد تكون احنا مش قد احنا بنقول ان الحل صعب او ما فيش حل لا في حل وحضرك عارف يا دكتور احنا دايما واحنا بنقدم المنتج في الشركة بتاعتنا يعني بنحس بنبض الناس التطبيق العملي للكلام اللي بتفرج بيقول انتو دلوقتي بتتكلموا عن حاجات ممكن يكون يعني الكلام اللي انتو بتتكلموه كلام مرسل لا احنا بنقدم الحل اللي معنا النهاردة وفي نفس الوقت بنقدم ناس استخدمت صدقت كلامنا وتابعت معانا وكان الحل كان سريع مش يعني لما نعرف ما منهم في الحلقة النهاردة هنلاقي ان الحل سريع في مثلا في ست شهور في خمس شهور يعني اللي بقى له مثلا ثمان سنين واثناشر سنة حلو كان في ست شهور في خمس شهور نتكلم بقى عن السبيرم برو ومن الحاجات المهمة هل احنا لما بنقول نستخدم السبيرم برو وربما يكون ده الحل السعيد والنهاية السعيدة لمشكلة استمرت فترة طويلة ان احنا بنقول بلاش ناخد استشارات طبية ونروح لدكتور علشان لا طبعا هو دكتور يعني احنا بنقدم منتج غزائي لازم بالزبط يبقى احنا رقم واحد احنا اولا بنستشير الدكتور وبنعمل التحليل بتاعتنا وبنتأكد ان احنا عندنا مشكلة قد تكون ضعف في التجزية بتاعة المريض قد تكون المريض بيرهق نفسه زيادة عن اللزوم خلينا اول نقول يعني ايه ضعف الخصوبة ضعف الخصوبة يا اساس محمد معناه ان انا عندي تركيز الحيوانات او عدد الحيوانات المنوية في السائل اقل من 15 مليون اقل من 15 مليون طيب لو المشكلة مش في العدد جايز تكون في ايه جايز تكون المشكلة فيه جايز لزوجة السائل منوي زيادة عن اللزوم او قد تكون ان الحيوانات المنوية تعاني من التشوه نتيجة انه مفيش التغذية الكافية او الفايتامينز المهمة لتكوين الحيوانات المنوية في مصانع التكوين في البروستاتا والكسيتين وكسا طيب احنا جايز يكون عندنا مشكلة زي الارهاق الزايد عن اللزوم بيبتدي الجسم يبقى دبلتل مفيهوش طاقة اه الشخص ده ما عنده او وجود مراض موز من زي امراض السكر واحد عنده سكر واحد عنده سمنة نتكلم عن كل واحد بشويش لكن خلينا في البداية نقول انه احنا المشكلة الرئيسية اللي تبقى موجودة من اربعين لخمسين في المية من الحالات هي او العدد بتاع الحيوانات المنوية بيكون اقل من الطبيعي وغالبا بتكون المشكلة مشكلة تغذية يعني المشكلة مش محتاجة مش تدخل جراحي او مشكلة مش محتاجة اه بعد الحالات بيكون عندهم مشكلة يعني معقدة شوية لكن في اغلب الحالات اللي هي من اربعين لخمسين في المية من الناس اللي بتشتكي من مشكلة الخصوة بتكون المشكلة مشكلة تغذية يعني ما نتجزاش بالطريقة الصحة قادر اقول يا دكتور لكل الناس اللي هي مفكرة ان الموضوع كبير وان هو لا لا الموضوع مش كبير خالص الموضوع مش كبير خالص احنا عندنا البوابة اللي بندخل منها يا استاذ محمد اكتر من بوابة احنا عندنا بوابة اسمها بوابة التغذية بوابة التغذية دي لما اجا استخدم من هذا الفيتامين مهم جدا علشان عملية تكوين الحيوانات المنوية تغذية الحيوانات المنوية القدرة على تكوين السائل المنوي واستعادة القدرات بتاعت انتاج المصنع بتاع الحيوانات المنوية وتجديد الحيوانات المنوية ده معناه انه احنا عندنا بوابة كبيرة جدا لما بنستخدمها وبندخل منها احنا عندنا قدرة على تحقيق هذا الامل مشاكل يا دكتور ضعف الحركة ونقص الحيوانات المنوية ومشاكل اللزوجة زي ما حضرك قلت دي ممكن يكون المشكلة الرئيسية بتاعتها اللي هو ضعف التغذية وبعض العادات اللي ممكن تكون غلط برافو عليك ايه العادات الغلط هنقولها بس خلينا نقول يعني ايه ضعف التغذية لان احنا لما بنيجي نتكلم على سبيرم برو احنا بنتكلم على روشتة متكاملة رقم واحد احنا عندنا الزينك من المكونات اللي موجودة فيه السبيرم برو هذا الزينك مهم جدا لعملية التكوين بتاع الحيوانات المنوية تغذية الخسطين والبرستاتة وتكوين السائل المنوي وبالمناسبة رفع الرغبة لانه اذا كانت الرغبة قليلة ده معناه انه مش هيكون عندنا من البداية اصلا المحاولة خلاص احنا بنلاقي الزينك موجود فينا جماعة بنلاقيه موجود في البسلة موجود في الفصولية بنلاقي الزينك فيه منتجات الاسماك ولكن هل انا اقدر احصل من المنتجات الاسماك او من البسلة او من الفصولية فقط على الزينك يعني لما أقول أنا عايز أخد زينك أخده منين لازم أخده في الصورة الطبية وأدعم الصورة الطبية بالتغذية الصحيحة نأخده في الصورة الطبية اللي هي موجود في أرس الفيتامين وندعم التغذية دي الصحيحة بأرس الفيتامين نمشي اللي اتنين جنب بعض ماينفعش إن أنا أخد حاجة واسيب حاجة ماينفعش إن أنا يتبقى التغذية ضعيفة واعتمد على العلاق فقط رقم اتنين حضاك تقصد بالصورة الطبية اللي هو موجود القرص الموجود المصنع واللي تعمل عليه أبحاث تعمل في مصنع كبير وتعمل عليه أبحاث وكان عليه إشراف رقابي ودوائي وكذا وكذا خلاص؟ لأنه يا جماعة القرص ما تتعملش في البيت محدش بيضبخ القرص مثلا أو محدش بيحط شوية قرص في قرطاص ويقول لك ده الحبة دول فيهم الحل الأقراص أو المنتج الطبي ده بيتعمل في مصنع وله رقابة دوائية معينة وله إشراف طبي معين وله تصريحات بتخرج من سلامة الجزاء والدواء وتخرج من وزارة الصحة إذن المسألة عليها الرقابة اللازمة برضو دكتور هوا يعني التركيز المهم يعني تركيز المواد داخل السبيرمو برو هو تركيز قادر على أحداث فرق وده اللي أنا كنت رساة هقوله إحنا إزا يا جماعة بنعرف أنه هذا المنتج هو المنتج المثالي مجموعة من الباحثين بيعضوا يعرفوا يعملوا مجموعة من التجارب ويحددوا الكمية المناسبة من كل مادة فعالة يعني مثلا الزينك إحنا محتاجين 50 ميلي جرام تقريباً الخمسين ميلي جرام دول هما اللازمين لعملية تقوية الجسم وإن الجسمك يبتدي يخش في عملية تكوين الحياة المانوية والتغذية والطاقة العامة والرغبة وكذا طيب إحنا مين اللي قال لنا أن فيه 50 ميلي جرام مهمين ياخدهم الرجل اللي محتاج زنك إحنا في موقع البحثين والدراسات اللي اتعملت على هذا العلاج لغاية ما بياخد الموافقات اللازمة إن حضوه يوصلك بأمان وتاخد النتيجة القصوى منه طيب رقم اتنين من المكونات يا أستاذ محمد السيلينيوم والسيلينيوم من الحاجات المهمة جداً كمضاد للأجسادة وفي نفس الوقت السيلينيوم من الحاجات اللازمة لتغذية الحالات المانوية وفي نفس الوقت بيزود كمية السائل المانوية بنلاقي السيلينيوم أستاذ محمد في منتجات الأسماك لكن إنت ما تقدرش تروح شادر السمك تاكل يعني شادر السمك كله علشان تاخد سيلينيوم لكن كل سمك ومأكلات بحرية وفي نفس الوقت بتحصل على الكمية اللازمة اللي صحتك العامة داخل القرص أو مع التركيب برضه دكتور تأكيداً لكلام حضرتك إحنا بنقول إن المكونات بتاعت سبيرم برو هي موجودة في غزانة أصلاً ده بنأكد على إن المنتج طبيعي 100% ومنتج غزائي ملوش أي أثار جانبية صحيح طبعاً تحت إشراف طبي ومصرح به من وزارة الصحة المصرية يبقى تأكدنا على إن كل المكونات موجودة في غزائنا اليومي ده بيأكد على إن المنتج طبيعي 100% ودكتور يعني نكمل باقي المكونات واللي ده حضرتك بتقول المكون وفي نفس الوقت بتقول إن هو موجود في إيه يعني خلينا نقول إيه آه الحاجات دي موجودة في الجزاء بتاعنا وعشان كده إحنا بنسميه مكمل جزائي يعني على عناصر الفعالة بتاعته مستخرجة من الأكل العادي بتاعنا لكن إذا قلنا مثلاً إنه البلح بيحتوي على التمر بيحتوي على الحديد هل التمر الواحد وكافي لعلاج مريض الأنيميا؟ الحقيقة لا هو مهم إنه ياخد حديد في الجزاء بتاعه ولكن لازم ناخد معاه الحديد اللي موجود فيه الصورة الطبية في الأقراص أو في كسر طيب رقم ثلاثة من المنتجات اللي موجودة الإلكارنتين والإلكارنتين ده بقى حكاية ليه؟ لإنه بيحولنا الدهون الزائدة في جسمك إلى بروتينات هذه البروتينات بتدخل فيه المصانع بتاعت جسمك تعمل لك كتلة عضلية تحسن لك الأداء العضلية تحسن لنا الدورة الدموية تحسن لنا إنتاج الحيوانات المنوية وي مصنع الحيوانات المنوية وي طبعاً كمية السائل المنوي رقم أربعة الإلكارنتين والإلكارنتين ده هنلاقيه موجود فيه الفول السوداني الإلكارنتين من الحاجات المهمة جداً اللي بتحسن الدورة الدموية في الجسم كله بتلاقي الجسم كله بتادة الدورة الدموية تتحسن فيه وبالتالي الى الاعضاء التنسلية وعملات الانتصاب وكذا. رقم خمسة بي اتناشر. مهم او البي اتناشر لعضلات جسمك كلها خصوصا مريض السكر. خصوصا مريض السكر. لان مريض السكر يا جماعة بيبقى عنده مشكلة. انه الاحساس عنده مش زي الشخص العادلين. انه بيحصل شوية التهابات فيه الاعصاب الطرفية خصوصا كف الادين وكف وركفين الرجلين. بيبقى شعوره بالحرارة وباللمس اقل. فعشان كده البي اتناشر من الحاجات المهمة. ان هي تعيد تاني القدرة على الاحساس الطرفي وتحسن عملية الالتحاب. رقم خمسة اا عندنا الجينكو بايلوبا. والجينكو بايلوبا ده احنا بقى مش هنلاقيه في منتجات اخذية. يعني مش هتلاقيه بقى موجود. ليه? لانه اصلا في حد ذاته عشبة احنا بنجيبها من بره ده اا اا يعني اا حاجة يعني نبات. هزا النبات بنتستخرج منه المادة الفعالة اللي بتبقى موجودة في الصورة الطبية. لعلاج مشاكل تضخم البروستاتا. ولعلاج مشاكل انتاج السائل المنوي. وطبعا الالتهابات بتاعت البروستاتا. رقم ستة احنا عندنا الجينسنج. والجينسنج الحقيقة من الحاجات المهمة جدا كمنشط عامل الجسم كفيتامين عامل جسمك. وفي نفس الوقت هي مهمة جدا كمنشط مهم لاتمام العملية الحميلة. طيب. الجينسنج اتعملت عليه شوية ابحاث كتيرة خالص. وبعدين لقوا ان هو النتيجة بتاعته ربما تكون افضل. وبدون اعراض جانبية اذا قرنناها بالمنشطات المعروفة الموجودة حاليا. اخيرا جزاء ملكات النحل ويتالي جزاء ملكات النحل ده مش محتاج. حد بقى يرغي عليه. يعني الجينسنج اكثر شهرة وغزاء الملكات برضو كل الناس تعرفه ويمكن اي حد عنده مشاكل في الخصوبة اكيد يعرف. الجزاء ملكات النحل. بالضبط. جزاء ملكات النحل من الحاجات القوية جدا والمهمة جدا اللي بتحتوي على كم كبير جدا من الفايتاميز. والاحماض الامينية. بتدي كم كبير جدا من الطاقة. المهمة للاعمليات الحياة في جسمك كله صحيح وللموضوع ده خصيص. يعني دكتور السبير مبرو هو الطريق الصحيح للوصول. لا احنا انا انا افضل اسميه. الوجبة المتكملة لعلاج هذه المشكلة فورا كده. اه. وجبة متكملة. وجبة متكملة. بناخدها مرة الصبح ومرة بالليل بتحصل على هذه الوجبة بتمدك بالطاقة والقدرة والفايتامينات والبروتينات اللازمة لعملياتك الحيوية كله وبالتالي. الخصوبة. يمكن حركة بضع دكتور زودت عن عن الموضوع انه هو كمان بيزود الرغبة ويمكن الرغبة من اسباب مشاكل الانجال. ليه ليه موضوع الرغبة زي ما احنا قلنا. اه الاخ مريض السكر ربنا يعيش فيهم جميع عنيش في جميع المرضى. زي بتفاقنا كيف تحصل بعض المشاكل في جسمين. ازا كان ان عندنا كم كبير من الدهون. ازا كان عندنا مشكلة زي مشكلة السكر بتؤدي الى ضعف وفيه الاحساس. الاحساس الطرفي بيكون ضعيف. الاحساس الطرفي مش بس في العضاء التنسولية. لا كمان في ايديك في رجليك. شعورك بدرجة الحرارة بيكون اقل من الشخص الطبيعي. طيب شعورك باللمس. طيب ده الحل ايه? لازم بناخد a b 10 اللي بيحسن لنا الاداء بتاع العصاب. الا الرجينين اللي بيزود الدورة النامية. ازا احنا حتى ازا كان عندنا ايديك او نقدر دقول مضاعفات لامراض اخرى قدت الهذي المشكلة. احنا بندنا داخل العلاج. يعني انت مش مجرد ان انت بترفع الخصوبة لأن انت كمان لو عندك مشكلة أخرى حصلت قبل كده انت من التغذية بتاعتك بتطلع العلاج اللازم لعلاج المضاعفات السابقة وعلاج مشاكل الخصوبة ورفع الحيوات العامة ولازم نتعامل معي يا جماعة على أنه مالتي فيتامين هو نوع من أنواع الفيتامينات العامة اللي هتنشط لك الحركة وتنشط لك صحتك العامة وتحسن لك التركيز والحالة النفسية والخصوبة طبعا ده يودينا في حتة تانية بقى دكتور يمكن حضراك ذكرت مريض السكر يودينا في حتة مريض الضغط ومريض السمنة والمشكلة دي بتعمل مشاكل في الخصوبة وضعف الرغبة وضعف النشاط العام سبير مبرو بيعمل ايه مع مرضى الضغط ومرضى السكر وهل هو ليه أي أثار جانبية مع المرضى دول؟ طيب مريض الضغط احنا يعني أنا ما عنديش تعليق عليه جيري ان اقول له لا ضغطك مش هيرتفع بالعكس انت اذا كان الضغط بتاعك ضغط عصبي او ضغط نفسي يعني بيحصل لك ارتفاع في الضغط نتيجة حالتك النفسية او نتيجة انك انت عب تتعصب شويتين وارد ان يكون العصبية الزايدة او الحالة النفسية السيئة نتيجة ضعف فيه كم معين من الفيتامينات في جسمك وبالتالي هتتعالج وهتبقى احسن لكن اذا كان الضغط مزمن فلا يحدث تداخل ابدا من بمجموعة الفيتامينز والبورتينات والنباتات والاعشاب الطبية اللي فيه مع الضغط بتاعك او الادواية بتاعت الضغط اللي حاجة بتتناوله طيب ده رقم ده بالنسبة للمريض الضغط ويمكن هو اكتر حد يكون خايف لان الضغط اي حاجة ممكن تلغبطه لا يا فندم بص احنا هنعمل كده مقارنة سريعة اذا قارننا ما بين مكمل جزائي وفيتامين بيقدم لك نشاط وصحة عامة وخصوبة ومجموعة المنشطات العادية اللي بتستخدم مواد زي السلجنفيل لا طبعا احنا يعني مفيش مقارنة دي مش مادة كيميائية اصلا عشان ترفع لك الضغط ده مكمل جزائي فليس له الاعراض والاثار الجانبية اللي قد تجدها مع المكونات الكيميائية مريض الضغط بيستخدم السبيرمو برو بامان مالوش اي اثار جانبية حتى مش هيرفع له الضغط زي ما حضرك ذكر يعني خلص دي نقطة نيجي لمريض السمنة ويمكن مريض السمنة بقى عنده مشكلة يا استاذ محمد مريض السمنة عنده انه الاوعية الدموية بتاعته فيها دهون زيادة كوليسترول زيادة اتلاقي الراجل عنده نهاجان قدرته على بزل النشاط قليلة طبعا زي ما احنا عارفين ان السمنة ما هواش مرض وحيد ده مرض بيجي ويجيب وراه شوية امراض كتير الكوليسترول ومشاكل العظم ومشاكل وطبع القابلية لحدوث السكر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب طيب هل السبيرمو برو هيساعد شوية في القضاء على السمنة؟ الحقيقة اه لان الـ L-كرنيتين احنا من شوية قلنا انه بيحرق الدهون ويحولها للطاقة نقدر نستفيد بها في العمليات الحياة في جسمنا مش كده؟ وقلنا ان الـ L-كرنيتين من الحاجات المضادة للأكسادة وبيزود الدورة الدموية فانا بتوقع دايما ان يحصل تحسن في حالة المريض اللي عنده سمنة خصوصا مع السلينيوم ومع الزينك اللي هما موجودين في الـ Sperm Pro كمضادات للأكسادة وبيقدوا على الـ Free Radicals العمليات الحياوية في جسمه الدهون ازاي ده في الجسم بتتحول الى الطاقة اللي بنستفيد بها فيه عملياتنا الحياوية كاملة كاملة التركيز وصفيان الزهن والحالة النفسية والقدرة على الاستيعاب طبعا والخصوبة ويعني كلها وطبعا احنا عايزين نتكلم عن فيتامين اي عشان انا ننسيته فيتامين اي بيساعد يعني كل ما هو متجدد في جسمك الشعر البشرة الحيوانات المنوية كل ما يدخل فيه الضوافر كل ما يدخل فيه التجديد فيتامين اي بيساعد على التجديد وده طبعا موجود في Sperm Pro دكتور علشان يعمل اعادة تجديد للحيوانات المنوية ويزود الرغبة زي ما قلنا ويحسن النشاط العام في الجسم ككل طمنا مريض الضغط وطمنا مريض السكر وطمنا مريض السمنة استخدامك للSperm Pro هو الطريق الصحيح اللي انت لازم تمشي فيه عشان تحقق الحلم اللي هو حلم الإنجاب يعني يا دكتور وإحنا بنتكلم عن التغذية وزي ما قلنا في البداية كان فيه شوية عادات كده ممكن تكون خاطئة هي اللي ممكن تكون بتسبب مشاكل ضعف الخصوبة طبعا خلينا ناخد أول حاجة والكل الناس أو أغلب الناس المصابين بضعف الخصوبة اللي هو التدخين كل الناس بيعانوا منها بيدخن وفي نفس الوقت عنده ضعف في الخصوبة حضرك تقول له ايه؟ لا بص الناس اللي بتدخن كتير الناس اللي بتتعرض لدرجات حرارة مرتفعة الناس اللي بتقعد فترات طويلة الناس اللي بتجهد نفسها زياد عن اللزوم في الشغل كل دي حاجات بتساعد على إن الصحة العامة تبقى قليلة جداً وفي نفس الوقت إنتاج الحيوانات المنوية بيكون قليلة وفاة بالتالي بيحصل مشاكل في الخصوبة يعني أنا لما يكون عندي شخص بيدخن كم كبير جداً طبعاً أكتر من عشرين سجارة يومية وفي ناس كتيرة جداً على فكرة بتدخن أكتر من قلبة في اليوم هؤلاء الناس مرشحين بصفة خاصة إن يحدث لهم مشاكل في الخصوبة ومش بس في الخصوبة في حاجة كتير يبتدي يحصل الشعور المبكر بالعجز يبتدي يحصل إن هو يبتدي أعراض التقدم في السن بتبان عليه وهو في سن صغير البشرة بتتأثر تلاقي النظر ما عادش سليم ليه لإنه النيكوتين والقطران اللي موجودين في السجار اللي إحدى بندخنا بيليهم أثار جانبية وأعراض جانبية على جسمك بالمناسبة غير الجهاز التنفسي يعني مش بس هيقليله كمية الأكسوجين اللي موجودة في الدم لا ده كمان ليهم أثار جانبية كتير على الجسم يعني يا دكتور حضرك بتقول إن إحنا لازم نعدل من عدتنا ولازم نستخدم إيه الحاجات اللي إحنا هنعملها وإحنا بنستخدم رقم واحد تعديل العداد مفيش عادات يجب غلط إحنا بنعملها إذا استمر المسبب لن يختفي السبب حتى واحد بنستخدم العلاج يعني واحد بيدخن ثلاث علب سجاير في اليوم وقال والله أنا عايز عندي مشكلة في عدد الحيانات المنوية أخد ملتي فيتامين زي الاسبيرم برو أنا قاعد مستني بقا واحد بيشرب الثلاث علب بتوعه زي ما هو ما قررش إنه يتخلع طب تفتكر هذا الراجل هيشعر بتحسن؟ لا طبعا واحد وزنه كبير جد يعني أكتر من 35 على البودي ماس إنديكس اللي هو ميزان كتلة الجسم ده اللي معدل 100 كيلو ده بكتر لا يعني قولي اللي معدل 120 120 كيلو والراجل مصر الصبح يضرب وجبة كبيرة والدهر وجبة كبيرة ووجبات في الروس طيب الراجل اللي مصر يزود وزنه وياكل وأكل مدهنن وياكل أكل غلط وياكل نشويات كتير إحنا متوقعين إنه هو بيستخدم الملتي فيتامين سبيرم برو هيحصل على نتيجة؟ لا طبعا لازم يكون عندك ثقافة التخلي عن العادة الخاطئة أو أنت بتاخد العلاج ما هو أنا مش معقول يا جماعة يعني لو أخدنا على سبيل المثال ده والضغط أنا مش معقول إن أنا هاخد القرص اللي بمخفض الضغط وفي نفس الوقت أروح أكل طرشي أنا عارف إن الطرشي بيرفع الضغط كلام مش منطقي كلام غير منطقي يبقى لازم نتخلى عن عاداتنا الغذائية الخاطئة أتخلى عن العادات الغذائية الخاطئة وستخدم السبيرم برو رقم واحد هستخدم السبيرم برو رقم اثنين هتخلى عن العادات الخاطئة ساعات معين مش أخلص الشغل وبعدين هروح أقعد على القهوة وبعدين هروح أشتري مش عارف عندي وقت مخصوص لراحة جسمي رقم تلاتة لازم يكون عندي ثقافة إن أنا إذا بقى مجبر إن أنا أشتغل في مكان درجة حرارة مرتفعة زي المهندسين مثلا في المواقع أو في المصانع أو السوائين اللي موجودين فيه اللي بيسوق طول النهار في درجة حرارة مرتفعة ربنا يكون في عون الجميع يا رب يجب إن أنا أدني لنفسي فترة راحة في نص الشغل لوقت تبريك جسمي يرتاح ودرجة حرارة جسمي تنخفض مفضلش معرض نفسي لدرجة الحرارة والوقت طويل خلاص؟ إذن كل ما بتخلى عن عادة سيئة وبستخدم العلاج السليم باخد التغذية السليمة أنا متوقع إن النتيجة بتاعتي تكون مثالية يعني يا دكتور إن شاء الله مع سبير مبرو بإذن الله نحق الحلم اللي هو حلم الإنجاب اللي كل الناس بتحلم به كل المقبلين على الزواج أول هدف ليهم إن هو يكون عندهم طفل يكون عندهم أبناء يفرحوا بولدهم وكل الأسرة بتبقى عايزة تفرح بولدها لكن يعني ممكن يكون الموضوع عند الزوج فيه مشكلة بسيطة هم كلهم مفكرينها كبيرة لكن حلها بسيط يكون حل غذائي رشدة غذائية محكمة للقضاء على مشاكل الخصوبة اللي هو اسبير مبرو بيحسن الصحة العامة ملوش أي أثار جانبية مع مرضى الضغط والسكر وكل الأمراض المزمنة ملوش أي أثار جانبية طبعا تحت إشراف طبي مصرح به من وزارة الصحة دكتور يعني رسالة أخيرة أو كلمة أخيرة لأي حد عايز يستخدم الاسبير مبرو ومتردد طيب هقول قبل الكلمة الأخيرة ملحوظة أنت مش لازم تسيب نفسك للوقت اللي أنت بتشعر به أنك أنت بتواجه المشكلة وجهاً لوجه علشان تبتدي تدور على حل إذا كنت من البداية تشعر أن ظرفك ووضعك فيه موقف أنك أنت محتاج أنك أنت تاخد كم من الفيتامينز أو لقيت أنك أنت محطوط في موقف مثلاً شغل الجبرك أن التأخذية بتاعتك ما تكونش سليمة طول الوقت فيه ناس بتشتغل عدد ساعات طويل برا البيت فما تبقاش قادر أن هو ياخد الجزاء بتاعها فيه ناس غزباً عنها ربنا يكون في العون طبعاً وعندنا فئات كثير جداً من الناس اللي بتخدمنا ويبقى فخورين بيهم بيشتغلوا عدد ساعات طويل إذا كنت في هذا الموقف ما تنتظرش لما تواجه المشكلة مش بس مشكلة الخصوبة لأ كمان مشكلة الصحة العامة أو مشكلة أن مجهودك بقى قليل أنت من البداية تقدر تستخدم كعلاج تحفظي كعلاج تحفظي الفيتامين بتاعك علشان نحسن الصحة العامة الرسالة الأخيرة يا أستاذ محمد رقم واحد يجب أنك أنت تتخلى عن العادات الخاطئة رقم اتنين يجب إذا كنت في وش المشكلة خلاص يعني ما عندناش خلاص يعني حدثت المشكلة أول حاجة بعملها استشير الطبيب ما توجهش للعطار وتوجه لشيخ القبيلة أو سحر القبيلة والحاجات اللي بنت عارفها دي لازم أخد استشار الطبيب كل ما هو طبي في جسمك محتاج طبيب تستشيره رقم ثلاثة إذا تضح أن المشكلة عندك مشكلة فيتامينات أو أنك أنت محتاج مقويات أو أن فيه شوية اللزوجة في السائل المنوي أو أن فيه تشوهات زيادة عن اللزوجة في الحيوانات المنوية عدد الحيوانات المنوية قليل صحتك العامة ضعيفة في الحالة دي بنتوجه إلى السبرمدرو كمكمل غذائي آمن تماما ليس له أعراض جانبية مناسب إن هو يزودك الخصوبة ويحسن صحتك العامة لو أنت عزمي أضيف حاجة قل لي لا دكتور هو يعني إحنا قدام منتج متكامل روشيتة غذائية محكمة ومتكملة بدون أي أثار جانبية تحت إشراف طبي من وزارة الصحة المصرية بيقضي تماما على كل مشاكل الخصوبة بيزود الحيوانات المنوية للعدد اللي فيه يتحقق الحلم اللي هو حلم الإنجاب بعد الفاصل حيكون معنا قصص نجاح حققت الحلم وصدقت كلامنا واستخدمت المنتج وتابعت معنا والحمد لله وصلت لحلم الإنجاب زي ما قلنا سبيرم برو هو الطريق الصحيح للوصول لحلم الإنجاب اللي كل الناس بتحلم به فاصل وبعد الفاصل نرجع مع قصص النجاح مكملين معكم عزيزي المشاهدين وبرنامجكم كلام في الطب قبل الفاصل كنا بنتكلم عن منتج سبيرم برو اللي بيزود النشاط العام وبيقضي تماما على كل مشاكل الخصوبة وعدناكم إن احنا هنقدم قصص نجاح قيمة السعادة لما نأثر في إنسان لو سواء كان التأثير ده للأفضل دايما بيكون للأفضل إنما التأثير دلوقتي مش بيأثر في إنسان واحد ده بيأثر في أسرة وبيساعد على استقرارها وبيجلب ليهم السعادة قصص النجاح اللي معنا النهاردة كان عندهم مشاكل نفسية نتيجة ضعف الخصوبة وبالتالي ما كانش فيه إنجاب وحلم الإنجاب والأطفال وإن الأطفال يفرحوا معاهم ويفرحوا بيهم كان غايب كان عمل لهم مشاكل نفسية هنعرف قصص النجاح والسعادة اللي وصلوا لها ضيوفنا في الفقرة دي مع استخدامهم لمنتج سبيرم برو اللي هو زي ما قلنا روشتة محكمة مكتملة للقضاء على مشاكل الخصوبة وبالتالي زيادة فرص الإنجاب وتحقيق الحلم حلم الولاد اللي كلنا وكل المقبلين على الزواج بيحلموا بيه وكل الناس اللي بقى لهم فترة طويلة بمتجاوزين وعندهم مشكلة في الإنجاب بيحلموا بيه خلينا نرحب أبطال حلقتنا النهاردة اللي هم حصلوهم مشكلة كانت شايفينها كبيرة لكن في نفس الوقت لما استخدمه سبيرم برو كان الموضوع سهل وحله سهل منتج غذائي كان هو الحل وطوء النجاة خلينا نرحب بهم الأستاذ خالد عبدالعزيز أو المهندس خالد عبدالعزيز منوارنا ومشرفنا النهاردة معانا أستاذ محمود واصمان منوارنا ومشرفنا النهاردة طبعا بنرحب مرة تانية بدكتور أحمد مشعل صاحب الحلم وصاحب الإنجاز اللي احنا بنقدمه النهاردة منوارنا دكتور مرة تانية خلينا نبدأ مع خالد يعني خالد الموضوع كان مشكلة كبيرة ويمكن قبل الفاصل حكيتلي على قصة أثرت فيك وأثرت في حياتك لفت كتير ودورت كتير وعملت تحليل كتير لكن مع استخدامك للسبيرم برو كان هو طول النجاة وكان هو الحل والحل ما طولش معك كتير ويمكن كانت المفاجأة إن زوجتك بعد كم شهر شهر التاني دلوقتي دلوقتي بقت في الشهر التاني احكي لنا بقى الحكاية والقصة والسعادة اللي انت وصلت لها بدأت ازاي وكملت لحد ما وصلت زوجتك إنها تبقى في الشهر التاني دلوقتي أنا حضرتك مجيو يعتبر متجاوز من 2012 بقى ليت بعد 8 سنين ما وصلتش لحل في حوار الإنجاب كان عندي مشكلة في الحيوانات المنوية اللي هي فيها ضعف فلفت على الدكاترة كتير بصراحة وأعشاب ومخليتش ضعفت أخر مرة بصراحة شفت المنتج بصراحة مش أنا كمان اللي شفت المنتج هي زوجت اللي شافت المنتج وقالت لعليه ما هو يمكن وإحنا بنقول إن المشكلة مش مش مشكلة متعلقة بالزوج بس لأ ده بالزوج وبالزوجة وبالأسرة كلها وإحنا كمان مستشعرين إن الأهمية في موضوع الإنجاب علشان كده قدمنا حل سهل وبسيط لمشكلة ممكن الناس تكون شايفاها كبيرة يعني بعد زوجتك ما شافت المنتج قالت لك نجربه فبصراحة جيبنا وجربناه يعتبر بقى لي بست شهور ماشي على الكورس وقالوا لي كورس هتخد في اليوم حبايتين بس ما تقطعهوش لازم تكمله على طول كملته بمجرد استخدامك إيه الحاجات اللي حسيت بيها يعني هل كان فيه فرق ما بين قبل الاستخدام وبعد الاستخدام لا فيه فرق طبعا لدرجة اللي أنا بقيت أنصح أصحابي أصلا بعيد عن الخلفة اللي هو بيدي يبور ونشاط وبقى كسل بيمنع الكلام ده كله يعني يمكن دكتور اللي حضراتك قلته قبل الفاصل أنه هو بيحسن الرغبة وبيزود النشاط العام ده هو حس به مجموعات فيتامينات متكاملة يعني أنت بتقدم مجموعات فيتامينات متكاملة بتحسن الصحة العامة وبالتالي بتحسن مضوع الخصوبة أنا طبعا بنهنيكة خالد إن حققت حلم التمان سنين والحمد لله دلوقتي زوجتك في الشهر التاني وربنا يتمم لها بخير المفاجأة بقى معنا النهاردة الأستاذ محمود عثمان وهو زميل قصته مختلفة شوية ومعاناته كانت أكثر بقى له 12 سنة عنده مشكلة في موضوع الإنجاب ومش لقيلها حل وجرب حاجات كتير ويمكن يعني السبير مبروق من ضمن الحاجات اللي هو قال إيه يعني أنا شفتها بالصدفة وهجربها كمان بالصدفة حكي لنا بقى قصتك الزميل محمود يا هو اللي ما يعرفوش هو زميلنا في مجال الإعلام شغال معانا وبالصدفة كده شافنا بنقدم الحلقات أه حكي لنا بقى ليه أعراض بالضغط؟ ليه أعراض بالسكر؟ ليه في منتجات الناس بتاخدها وعندها أعراض بيعندها حاجات وبتتعب وبتعرفش الحاجة دي مش متخصصة بكذا فالواحي ببقى سعيد جدا لما بيعرف منتج بجد ان هو بيستخدمه وبيعرف المنتج ده ان فيه أطباء وفيه علم والعلم دولاته مخلاش حاجة مش موجودة والحقيقة يعني فيه ناس كانت بتتحرج وناس كانت بتتكسف وناس بكذا كذا الموضوع غير كده خالص أنا أمود 12 سنة معاناة فتطويل 12 سنة ما أنا جربت كل حاجة جربت العشاب جربت مفيش حاجة الحقيقة ما جربتاش المنتج ده أنا جربته من 3 شهور والحقيقة أنا حاستي فيه تغير كبير جدا يعني فيه نشاط وموضوع مشكلتك كانت في إيه طيب؟ كانت في الخطوبة وشوية في موضوع الضعف شوية أنا كنت مدخن شوية وكده فكاد الحاجات دي لقاء أسباب يعني كتيرة يعني بتحصل يعني انت كنت بتدخن وعندك مشكلة عندك ضعف في الحيوانات المنوية فبالتالي بعد 3 شهور حسيت بالفرق حسيت بالفرق جميل كويس جدا بجد يعني حاجة أنا استغتمتها بقولها بجد حاجة كويسة والناس تجربها يعني تجربوا تشوف مش هنقول وانت بتاخد القرار علشان وانت بتكلم الناس دلوقتي تقولهم جربوا وانت بتاخد القرار ايه اللي حركك ان انت تستخدم منتج زي ده؟ اللي حركني الحقيقة ان دي بتعمل مشاكل كديرة جدا طبعا في الحياة الطبيعية انا جربته بطراحة هو المنتج كان فعال معي يعني كان كويس معي يعني حصل تغير كتير جدا وبقى فيه نشاط عندي وحاجات كتيرة يعني كملت ما كانتش كانت نقصة وكملت يعني لو نضغط عليك شوية تكلمنا عن مشاكلك النفسية اللي كانت مخليك تتجرب اي حاجة وتستخدم اي حاجة مو حضرتك احنا بقى يعني ايه بنتطر ان احنا اي حاجة بنسمعها بنقول لدينا هنجربها اعشاب بنقول لها هنجربها اي حاجة بنقول لها هنجربها هنشوفها مشت معنا ولا لا الحقيقة لما حاجة بتمشي معنا بنضطر ان ننصح الناس بقى بجد يا جماعة الموضوع ده ده مش معنا ده كويس جربوه هتقولوا انتوا ما تجربوه هتعرفوا النتيجة يمكن يا محمود انت الموضوع كان جي معك بالصدفة لكن كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي مش لازم تستنى صدفة انها تغير حياتك يعني احنا بنكلمك وبنكلمك كلام علمي وكلام ما فيهوش اي بالعامية كده ما فيهوش اي افغارة كلام علمي بنقول ان السبيرم برو هو الطريق الصحيح اللي هيقضي تماما على كل مشاكل الخصوبة بيحسن الصحة العامة بيقضي على مشاكل ضعف الحيوانات المنوية وقلة الحركة وقلة الحيوانات المنوية السبيرم برو هو رشدة غزائية محكمة مكتملة للقضاء على كل مشاكل ضعف الخصوبة وبالتالي للوصول للحلم الحلم اللي كل الناس بتتمنى اللي هو حلم الانجاب حلم ان احنا نشوف اولادنا قدامنا ان احنا بعد معاناة 8 سنين او 12 سنة نوصل للنتيجة دي احنا بنقول لكل الناس بعد سنة بعد اتنين قدامك الحل لو انت عندك مشكلة في الحيوانات المنوية عندك مشكلة في ضعف الحيوانات المنوية او قلة الحركة او زي ما قال الدكتور في الحلقة عندك لزوجة او النشاط العام عندك مشاكل مثلا زي التشوهات او ضعف في النشاط العام بمجرد استخدام السبيرم برو هتحس بالفرق نرجع تاني لخالد يعني خالد معاناة 8 سنين يعني قلتنا ان انت بمجرد ما استخدمت السبيرم برو كان فيه استجابة وكان فيه نشاط حدد لي يعني كانت المشكلة عدد الحيوانات المنوية عندك كان كام ووصل لكام العدد بتالي الحيوانات المنوية كان 7 مليون دلوقتي انا وصلت ال 18 مليون في 6 شهور 18 في 6 شهور وده يا دكتور يمكن معدل طبيعي لانه هيحصل حامله وانجه آآ شالد يمكن انا توصلت معاه في التليفون انا عايز هو يبقى يوصف لي الفرحة اللي هو كلمنا بيها توصلت معاه في التليفون علشان اعرف القصة شالد مهندس راجل مصقف راح للكاترة كتير هو متابع طبيا بالمناسبة مع طبيب وبيتناول الأدوية بتاعته لكن لسبيرم برو كان المكمل الجزائي الفيتامين اللي هو ماشي عليه آآ اضاف له في الفترة اللي فاتت عدد من الحالات المنوية كبير الحمد لله حصل له تحسن آآ انا سعيد طبعا سعيد بالنتيجة وهو لما توصل مع الفريق الطبي بتاعنا وقال لهم انه الحمد لله مش هيكرر الشهر ده علشان هو تمام كده عنده حمل فجاب لنا كلنا حالة سعادة ومحمود برضو دكتور المشكلة بدأت تتحل ويمكن لا ده محمود انا مبسوط به قوي لانه محمود راجل اعلامي عظيم وراجل المثقف وانا يعني الاعلاميين اصعب الناس في ان احنا نقناعهم زي حالتك كده فلما نلاقي راجل اعلامي عنده بالثقافة وما شاء الله عليك يعني عنده الملكة والحضور وكذا انه هو يقول والله انا شايف ان هذا العلاج مستوفي الشروط الهام من المواد الفعالة وتصريح وزارة الصحة والامان وكذا وهو بنفسه يصرا لا والله انا هعمل لازم انا اللي اطلع اقول انا شايف دي حاجة كويس انا بلاقي في طراحة فيه نسبة يعني بيبقى فيه احراج او تتكسف او الكلام ده لا الكلام ده علم واحنا ما نتكسفش منه طبعا فيه دكاترة وفيه عندنا علم وفيه عندنا حاجات جميلة جدا يعني في بلدنا والمنتج يعني حاجة انا بقالي 3 شهور بتستخدمه انا كنت من 3 مليون وصلت 9 مليون اه انت لسه قدامك شوية بس مكمل برضا اه اه فالنتيجة يعني اما رجعت التاني الدكتور وحلت النتيجة جميلة جدا هي نتيجة مرضية بالنسبة اللي انت جربته قبل كده اه مرضية لان انا ما كنتش بوصل للعقل يعني من 3 مليون ما كنتش بوصل لتسعة حاجات ديه بيكون التحسن اه الحمد لله انا اتحسنت وكنت حاجة انا سعيد بيها وبشكر الدكتور طبعا احنا كلنا بنتكلم عن نائحة منتج تعب فيه ناس كتير باحثين كتير شركة كبيرة لكن اذا كان انا بتكلم علميا عن المنتج ده مش معناه ان انا يعني اخد الشرف العظيم ده ده شرف اكبر مني احنا طبعا دكتور لازم نستضيفه تاني لما يحقق الحلم ويوصل للمضالي الجاية والله انا سعيد جدا بيهم احنا قبل ما نجتمل عايز كل واحد يديه بيقتين كده عن فرحة وفرحة خالد لما وصلوا للشرف انا بس راحة لسه نصحوا قلت له ما تبطلوش ما تتعوش مع نفس الكورس اللي الدكتور كاتبه يمشي معه وردك بالزبط وده ما يقطحوش انا والله لسه نصحوا بالكلام دوت تحسين بيه بقى لما شفت النسبة بتاعتك ارتفعت في التحليم؟ والله انا كنت سعيد جدا انا تعبت انا بقى لسنين كتير كنت تعبان جدا يعني انا سعيد جدا اوي وبنصح والله كل الشباب يعني ياريت يا جماعة تستخدموه وانت هتقوله النتيجة من نفسكو يعني اه طبعا دكتور زي ما قلنا هي نتيجة فورية بمجرد استخدامه بنحسن الصحة العامة لو كان فيه مشكلة بالرغبة ما فيش حاجة فورية يا محمد هو فيه التحسن التدريجي في الحالة العامة انا بتكلم على الصحة العامة اه صحة العامة طبعا كفيتامين طبعا احنا عندنا نتيجة اه طبعا الصحة العامة طبعا بتتحسن بسرعة جدا اه طبعا دكتور دايما بيكون بطيق في كلامه يعني كل كلمة بيخرجها بيبعارف معناها ايه أنا بتكلم في النتيجة الفورية اللي هو الصحة العامة بنحس بزيادة في النشاط العام بنحس بزيادة في معدل الحركة بنحس بزيادة في القدرة على التركيز طبعا كل الحاجات دي بنحصل عليها فورا لما بنبتدي نتابع على المكمل الجزاء سبيرم برو كمالتي بايتم لكن النتائج بتاعة الخصوبة بتحتاج متابعات بتحتاج صبر وزي ما كان خليت بيقول من شوية واضب وتابع على الأدوية بتاعتك وتابع على السبيرم برو ده معناه ان احنا محتاجين شوية طايم حبة وقت علشان نوصل لي النتيجة اللي هو انت عايزه يعني احنا عندنا رحلة تجارب 12 سنة مع أستاذ محمود الرحلة دي نقدرش نقول أبدا انه أنا شخصيا سعيد وفرحان ان احنا عندنا ارتفاع يمكن 4 مليون ولا أكتر يعني في حدود اللي 4 مليون ده دي نتيجة مرضية جدا في خلال 3 شهور ده معناه ان احنا يمكن بقى انا عايزة اوجه الكلام ده للناس التغذية بتاعتك الفيتامينات اللي انت بتاخدها التزامك بالتعليمات التزامك انه انت تبقى طول الوقت بتاكل أكل صحي بتتعامل مع نفسك بطريقة صحية ما تجهدش نفسك تبطل سجاير يعني استاذ محمود من شوية قالك انا كنت بشرب سجاير كتير فحصل لي ان السحية العامة تقصارت يبقى اذا انا لما بقى بقلل السجاير مش كده استاذ محمود طيب يبقى انا لما بشرب بقلل السجاير بقلل بصبط الاكل بتاعي بحسن حالة النفسية بقلل الارهاق عندي وقت للراحة عندي وقت للشغل مع استجدامي لمكمل جزاء عام في النهاية انا لازم بحصل لأستاذ محمد على نتيجة طبية محترمة وهي نتيجة يمكن هما اللي بيسعولها بقى بإذن الله ان شاء الله ربنا يساعد الجميع يعني دكتور هاخد كلمة اخيرة من الأستاذ خالد من البشموندس خالد وأستاذ محمود يعني كلمة اخيرة كده لكل الناس اللي بتتفرج علينا علشان يحققه نفس السعادة اللي انت وصلت لها انه هو بعد 8 سنين زوجتك بيتحامل في الشهر التاني انا بصراحة انصيحهم مع الكورس طبعا بتاع الدكتور لازم يجربوا المنتج يجربوا بعيد عن الانجاب عندك ارك عندك كسل تجربوا تركيزك انت شجال في الكمبيوتر انا ما كنتش بققوم بدري نهائي انا دلوقتي بقوم سبعة الصبح بقايم ماشاء الله اوالله لا بيدي باور فعلا يعني النتيجة على الصحة العامة مضمونة وفي نفس الوقت بنوصل للحلم اللي كلنا بنرجوه اللي هو حلم الانجابي اه استاذ محمود الزميل يعني انا بصراحة مبسوط ان مشكلتك تحلت يمكن اتناشر سنة معاناة كلمة اخيرة لكل الناس اقول للناس كلها ياريت مستخدموش حاجة اللي كنتوا عرفوها ومسؤول عنها عن الدكتور والحاجة ديت مش اي حاجة احنا بناخدها وياريت تجربوا المنتج دوت واكيد هتقول لنا يعني ان شاء الله نتيجة ايه زي ما احنا فرحنا ونفسنا نفرح الناس كلها تمام دكتور كلمة اخيرة بنلخص بيها الكلام عن سبير مبرو سبير مبرو حاضر سبير مبرو واجبة غزائية متكاملة ماش عدد اقراس كبير عدد القرص صباحا قرص مساءا اشرف عليه عدد ضخم جدا من الاطباء والباحثين علشان نوصل به ان هو ياخد ترخيص الجزاء والدواء ووزارة الصحة هذا المنتج مسؤول عنه فريق طبي ضخم جدا شركة كبيرة جدا علشان نوصله لك بالامان وطبعا تم انتاجه في احد اكبر المصانع اللي بتدي الجودة الطبية والملتزمة بمعايير السلامة وفي هذه الحالة انت بتاخد منتج انت عارف جيدا ان هو هيحسن لك صحتك العامة هيحسن لك الخصوبة في نفس الوقت انت عارف انه اامن لانه استوفى جميع الشروط والترخيص الطبية وفي النهاية يا جماعة لازم نقول انه ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق فالى جانب التزامنا بالتعليمات والى جانب التزامنا بهذا الدواب نتوجه لالله سبحانه وتعالى انه يهب للجميع ما يشاءون دكتور احمد مشع الاستشارة التغذية العلاجية والمستشار العلمي والطبي لمؤسسة الصبع والجمال حضركنا وارتنا وشرفتنا باش مهندس خالد عبدالعزيز يعني قصتك كانت يعني 8 سنين يمكن معاناة الحمدلله المشكلة تحلت وربنا يتمم لزوجتك على خير باذن الله شرفتنا ونورتنا الزميل محمود عصمان يعني شرفتنا ونورتنا طريقك لسه في شوية لكن مع استخدامك للسبرم برو باذن الله الحل موجود انا مكمل ان شاء الله ان شاء الله عزيزي المشاهدين حلقة النهاردة قدمنا فيها حل بسيط لمشكلة كبيرة كلنا بنبقى فحرج واحنا بنتكلم عنها واحنا شايفين قدامنا اطفال وولاد وعندنا مشكلة بتتمنع ان احنا نوصل مرحلة الحلم اللي هو مرحلة الانجاب مشكلة كبيرة زي ما قلت لكن حلها بسيط سبرم برو هو الحل البسيط الرشدة الغذائية المتكاملة المحكمة للقضاء على كل مشاكل الخصوبة فبالتالي فرصة الانجاب والحلم حلم اللي احنا نشوف اطفالنا قدامنا واحنا عندنا مشكلة بنهزمها وبنوصل للحلم ونحقق اللي احنا عايزينه بان احنا يكون عندنا اطفال واولاد ونشوف اولادنا ونربيهم بحل بسيط سبرم برو زي ما قلنا هو حل بسيط لمشكلة كبيرة ومحرجة دي كانت حلقة النهاردة وحتى نلتقي في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي اشتركوا في القناة